إلى أخبارنا الاقتصادية حيث أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على إصدار أربع رخص دهبية جديدة للمستثمرين بهدف التوسع في الأنشطة التي تسفي عليها الرخصة الدهبية وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن الهدف من إصدار الرخص الدهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة وعايز أقولي كمان إن المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الأنشطة اللي ممكن إنها تسري عليها الموضوعات الرخص الدهبية بالفعل النهاردة أضفنا مجموعة أخرى من الأنشطة والحقيقة أيضاً النهاردة وفقنا على إصدار أربع رخص أخرى وبالتالي حيبقى فيه النهاردة أربع رخص هتبدأ هيئة الاستثمار إنها تستكمل الإجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي أنا وريته لحضراتكم وإحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد أقصى إن شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص